متابعنا الكرام اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من من الفتوى قضية الاجرام على قناتكم قضية اليوم او AMSTV اولا وكيف دي ماك اشكرون الناس الذين يتفعلون معنا على القناة شكرا لكم بزاف شكرا للناس الذين يجعلوننا تعليق زوينا شكرا للناس الذين يدعمونا ومن طولوش عليكم اندخلوا معكم افسر قصة او جريمة اليوم متابعنا الكرام جريمة اليوم او قضية اليوم هي وقعة الاحداث ديالها ضواحي من دين تفاس هذه القضية او هذه الجريمة من الافضل ان نعودها من الاول باش تفهموا المغزا ديالها على ايين واحد الاسرة تكون من الاب والزوجة دياله وعندهم جوز ديال الوليدات ولد وبنت البنت تكون في العمر ديالها داك العشرين سنة والدري في العمر دياله داك العشرين سنة كانوا استكني في واحد دوار طوحي مدين تفاس كما قلنا هذا الاسرة هذه كان الاب غدام كميوم كي يخدم في الحقول وكذا وكذا كانت الام ربت بيت الولد كي يضيب بانراسو فش كي يسالي القراءة كي يضيب بانراسو مع ذوك الناحالي عندهم تمفتك الدوار البنت كانت قلسم على الام ديالها كتعوى الام ديالها البنت كانت عنده احد صاحبتها في الدوار كي يتعاودوا ويتعاودوا ويتدعوا وفي العشية كتتعاودوا بحالاتها لقد نجد صاحبتها بالحلقة هذه صاحبتها عندها تكون في العمر دياله وثقوة 27 سنة أخو صاحبتها بدأت لمحلها كل مرة تلمح لها حتى تقربوا بعضياتهم تبادلوا النوامر تبادلوا النوامر هو أخذ المرته بدأوا يتواصلوا عبر المساجات أخو صاحبتها لديها علاقة مع أخوها ولكنها لم تدخلتها تقرأت هذه العلاقة لأخو صاحبتها 8 شهور تجدوا في بلاسة بوحدة أخو صاحبتها لديها أخو صاحبتها لديها أخو صاحبتها لديها أخوة بقيتها لكنها عددت 9 شهور أحد مع شراء صاحبتها ونقاش في لديها أخو صاحبتها حان الابنت في أخو صاحبتها أخو صاحبتها وأنها نلققت مجانا لديها أخوص مجيزة وعلى عيين بقيت هذه البنت حتى تفقدها وصاحبتها بأنها ستأتي عندها وصاحبتها ستقول لأم هذه البنت بأنها رهجتها خالتي ستبقى معي هذه العشية سنصوبه شيء حلوى وعندنا شيء حفل خليها معي الأم عارفة بأن بنتها ستتأتي عندك صاحبتها لا شيء مشكل ستبقى معك تعاونك في الليل تأتي معها لكي لا يتعرض لكي أحد في الطريق البنت هنا مشات وطلقت مع ذلك الخليل الذي هو أخو صاحبتها هنا أراكم متابعنا الكرام مصعبة غير بذية البنت المرة الأولى كانت صعبة عليها المرة الثانية ستبقى بالأم وقتلقى هذا الأولى يتبقى أحد ويقلسون 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 أحدهم ويقلسون هذه العلاقة أكثر ويقلسون لأن الأولاد ليس أخيرا فإن أريد أحد فإن أريد أن أخذ المشاعر لها كاملة تستطيع أن تسلم ويقلسون أن تسلم أن أحد ويقلسون من أحد وأن أخذ ذلك ويقلسون 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 فإن العلاقة وقفت وهذه الجوج والدري لم يتجد ان تخسرها هنا في تلات شهور جميعا تفارقه هذه البنت هي واحدة من عائلتها كما نقول في العامية ريحة تشحمها في الشاقور جاءوا لعند الأسرة ديالها يطلبوا و يرغبوا في اليد لهذه البنت لأولدهم عيش على برق في الديار الأوروبية البنت هنا فقط قلت لهم معدي التموشكي لنزوج البنت سافي اعطاها لهذه البنت تحضروا و خطوبة رسمية و تعرفوا بيناتهم و العرص من الولد من العرص هنا العائلة في هذا الولد كانت تتفكرة و تجيب المناسبات و يجب حواج و تجيب من خلال الخطوبة اتباع اعلمي مع اخي و اتفارقتوا. انا ليس كويان. انا لن تتخل في بيناتكم. تم عارفتون على قياداتكم. انا و انا و ايكا تبقى حلقة من داخلنا و اتباعنا بوحدثنا. انت و اخينا و اتباعوا الراسكم. يمكننا التزوج من الناس في السيارات والتزوج في بينا. عند الصيف الناس سوف يدعون العرس لبنتها سوف يدعون العرس لبنتها هنا كما قلنا متابعنا الكرام هذا العرس سوف يتحول إلى مأتم لا يوجد عرس قمنا متابعنا الكرام فرحانين العائلة الزوج فرحانين حيث مزوجين ولدهم العائلة الزوج فرحانة حيث مزوجة البنتها كان الفراح الناس فرحانين الناس مبهجة كما قلوا ذاك البنت صاحبتها ما سوف يدعون سوف يدخل العرس سوف يدخل العرس سوف أحد المصبوب سوف يدعون هذه العرس سوف يحمل العريس مرة أخرى قلنا أخرى إدخل العريس الطفول فقد يتم شعبهم حيث يتوضون ويحمل عرس لمن خلال عرس قلوا لأسفل وفتح لدينا مرحبا ايها وفتح لباب اتركوا هم اخوال عروسة وحكم انها اخوال عريس ومريحها فتح لهم من الباب سيدي ومعرصة غلس ومعرصة غلس ومعرصة غلس تتطلق الأمم ومعرصة غلسة العروصة تتعرض الصور وهي الخليل صاحبتها كانوا واحد الفيديو وكانوا بعض الصور المخيلة هنا أخو العروسة قام صدوم أخو العريس قام صدوم صافي تفاوض أخو العريس وقال أريد أن أرى ما أفعل ذلك الشيء ما سيفعل العريس؟ في العائلة قام صافي أن هذا العرس يجب أن ينبغي يجب أن يكون حالتنا المهم من بعد أن يتعرفوا العريس لأن العائلة سفجأت وكانوا فرحاني وحد الأحد قاموا بجميعوا لنا هذا الشيء ما بقينا لدي العرس صافي تفرقت هذا العرس أخو العروسة ما سيفعل؟ سيفعل خط خط الخط الذي كان لديه علاقة مع أخو الذي أعطيته السيدي حيث يقلب عليها يجب أن يدق لا يريد أن يخرج هذا المسفيد أخو خط الزرواط يجب أن يدابسوا بيناتهم البنت العروسة دخلت البيت وطرقت عليها وقبطت واحد المقص وبدأت تقطع في العروسة التي يديها هنا يجب أن يقول لي ما هي العروسة ماذا؟ لأنهم لا يقلبوا عليها لا يجب أن يقلبوا ونقضواها في اللحظات الأخيرة سوف يأتي رجال الترك الملاكي وقالوا لقبض على هذه البنت اللي هي صاحب سدي العروسة لأنه يحقوا معها على أي سر ذلك السيدي الدواء لابريغات قالوا له أنت مجدك هذا السيدي بعد ذلك السيدي هذا السيدي أحضرها خطي في صورة وفي هذا الفيديو هذا المصور ولي صورة فلن كانت تناول علاقة مع هذا المقص وكان يتحركوا في القناة كان يصورها كان هناك صورها و يحصفت بصور البنت هنا لن تزوج و هو بقى في الحال قال لك بأنه بدلاته بواحد عيش على بره و كذا و كذا و كذا خلا هاد القضية بحال هكذا بغينا ندير لها مفاجأة النهر للعرس شو هاد صاحبتها؟ على مكر خلات لها واحد القنبولة موقوتها و بقات مصاحبة معها ما تعادلت معها مولوا فش فرقة مع أخوها بقات معها حتى النهر للعرس كما نقولون هنا شو هاق عالمية هنا سيجيبوا اخو صاحبتها سيحققوا معه قلوا له لماذا تصورتها لبنت و كنا كنا نمشي و نقصو في الخلاو و هي عارفة ان هناك نصور و كذا و كذا و انا فش بغيت نزوج بها و هي مشتزوجات و كنت بغيت واحد اخر سيتعيش على بره و بدلاتني و كذا و كذا هنا رجال الدرق الملاكي سيجري خبره لذلك العروسة و سيجري بأنها ما زالها بنت لأنه كما نقولون هنا كانت الممارسة استحياء بينها و بين ذلك الولد اللي هو أخو صاحبتها سيجري تقدم هذا أخو صاحبتها و ذلك صاحبتها أربع سنوات و أخوها سيجري تقدم ثلاث سنوات و سيجري تقدم للسيجن النافذ على اتر هذه الجريمة لذلك المغزى من هذه الجريمة كما نقولون على أصحابات ماذا على الناس و ماذا صاحبتها تقيقى فيها و بالتأكيد الحويج جاءت لها حتى الفرحة و العائلة كلها مجموعة و ضربت لها كل شيء في الزير ماذا على مكر كيدير و ترى لا يسد و لا بغض و أترى أن تجري تقليل لذلك الشيء حتى الفرحة التي أرسها و تتعيش حياتها و أحد أخرى و أخوه العريس و المشكلة لم يكن مجرد في هذه الصحبتها و حتى في الولد الذي كانت تقليل معه لماذا يأخذ هذه الصور لذلك لم يكن تقليل معه لماذا يأخذ هذه الصورة و يجعله و لذلك لذلك و ترى ما هي التيقه الذي لم يكن و ترى و لماذا ترى لو كانت علاقة بينها تكون مكتة في الوضع لماذا ترى لماذا ترى و لماذا ترى و ترى و ترى و لماذا ترى المتابعة في هذه الحياة المتابعة في هذه القيصة هو أن هذا العريس الذي سيقوم بها الفرح نقوم بها في الأخوة وبقيت فيها البنت لأن علاقة سابقة وأي حتى يصبح علاقات ويقع في هذا الوضع رجع وكمل العريسة مع ابنتها وخذها مع الأوروبا هذا المتابعة وقال هنا رزقها في مما تحقك ترى صاحبتها ودرت الهاتف ومتركها ومتركها كانت هذه القصة اليوم، انتمنى ان تكون نالت الإعجاب لكم. وانتمنى ان تخذوا من هذه العبرة، لا تقعوا اشتقوا في اي واحد، الى هنا تنتهي الحلقة، الله يبعد علينا وليكم مشتر الخلق كما كنت قلوا، وانتلقوا في حلقة قديمة إن شاء الله، وادمتم في رعاية الله، والسلام عليكم.